الهجرة كانت السبب في واحدة من أبرز المشادات التي شهدتها المناظرات التي جرت بين قادة الأحزاب البريطانية الرئيسية الهجرة أيضا كانت السبب في أكبر فضائح الحملة الانتخابية عندما ألحت هذه السيدة في سؤالها على رئيس الوزراء البريطاني بشأن جهود مكافحة الهجرة فوصفها جوردون براون بأنها متعصبة ما دفعه بعد ذلك إلى الاعتذار ولعل الهجرة هي هاجس رئيسي يؤرق كثيرا من البريطانيين الذين يرون أن المهاجرين شرعيين كانوا أو غير شرعيين يمثلون عبءا عليهم ريتشارد ويليام يقول إنه فقد وظيفته بسبب سطوة المهاجرين يجب أن تجمع الحكومة كل هؤلاء المهاجرين وتعيدهم إلى بلادهم لكن المهاجرين أنفسهم لا يشتركون مع ريتشارد في هذا الرأي على الحكومة أن تستوعب المهاجرين غير شرعيين عليها أن توفر لهم الوظائف فالمهاجرون يرغبون في العمل أما البريطانيون فيرغبون في الحصول على المال دون عمل ولكن فيما تختلف رؤى الأحزاب السياسية في التعامل مع المهاجرين حزب العمال اعتمد نظام النقاط في التعامل مع المهاجرين وأقر نظاما يتخلص من منح الإقامة الدائمة أو الجنسية تلقائيا بعد قضاء عدد من السنوات في بريطانيا ويتيح الوظائف للبريطانيين أولا الديمقراطيون الأحرار يرون أنه من الضروري منح المهاجرين غير الشرعيين الحق في الإقامة وزيادة تكاليف تصريح العمل لتذهب إلى تدريب البريطانيين المحافظون يرغبون في تخفيض عدد المهاجرين إلى الأرقام السائدة في التسعينات وفي وضع قيود على الهجرة من الدول المنضمة حديثا إلى الاتحاد الأوروبي لعل الأحزاب كلها تتفق على ضرورة كبح الهجرة لكنها تختلف فقط على الطريقة البعض يرى أن كل هذه السياسات قد لا تثلث في كبح الوافدين فما يزيد عن 80% من هذه الهجرة حاليا ترد من دول الاتحاد الأوروبي وهو أمر لا يمكن وقفه المتنافسون على مقعد رئاسة الوزراء هنا في بريطانيا قد لا يعنيهم كثيرا ما إذا كانت أراؤم حول الهجرة تروق للمهاجرين أم لا فربما لا تحسم أصوات هؤلاء السباق الانتخابي الأمر الأكثر أهمية وأن تجد أراؤم قبولا لدى غالبية الناخبين البريطانيين الذين تشيروا استطلاعات الرأي أنهم أصبحوا يضيقون ذرعا بكل وفد من منطقة اليوشم في جنوب لندن محمد طاها بي بي سي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة